قانون لا يسمح أنك تبيع البيت وهو أسود لأنك أنت ما تقدر تبيع شيء إلا لما يكون عندك وثيقة وأنت ما تصدر وثيقة إلا بعد إطلاق تيار كهربائي بستة أشهر ممكن يوصف إلى مرحلة أنه مو قادر ويتحول هذا الحلم إلى كابوس ومرت عليه العديد من الحالات لا معنا الناس يعني واقفين في نص الطريق أكبر خطر أن المواطن يعطي توكيد للمقاول لاستلام مواد المدعومة شنو دور صاحب المسكن؟ اليوم أنت كمالك قسيمة ترى أنت مو مطلوب منك في مرحلة الأسود أنك أنت تتابع أنت اليوم أهم شيء أنك توقع مع مقاول ليس له أي علاقة مع المكتب الهندسي حياكم الله فينا بزيشارة على بركة الله نبدأ المشوار اليوم موضوعنا عن جودة السكن في قبل مقولة متداولة أول بيت تأخذت بيعه ثاني بيت تأجره ثالث بيت تسكن فيه عشان تتلافى الأخطاء نحن رح نتعرف على جودة السكن رح نتعرف على أهم ما يحمي صاحب العقار عشان يبني بيته في أحسن صورة ويحقق أحلامه مع المهندس خالل يعتبي عضو جمعية المهندسين حياك الله معنا مهندس خالل الله يسلمك أخوي أحمد وتشرفت بالتواجد معكم نحن سعداء في هذا اللقاء أنا سعد الله حاوضك في البداية نريد أن نتعرف على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه المقبلين على السكن أو على البنيان أول شيء أتشرف بالتواجدي معكم وشكرا على الاستضافة وبخصوص السؤال أن ما هي أبرز التحديات والمشكلات والعوائق التي تواجه جميع منه ومقبل على البناء خصوصا في دولة الكويت هي الدراسة المالية لبناء هذا السكن يعني الأغلب يقتحم عملية البناء ويصمم مسطحات أكبر أصلا من طاقة الإنتاجية أو المالية أو التمويلية اللي أصلا هو ما عنده أي دراسة لها يعني يبدأ مشروع هو ما يعرف تكلفته أكبر من قدرته يعني هو أصلا ما سوى أي دراسة مالية لتكاليف هذا البناء وبالتالي يصمم مسطحات أكبر من احتياجه أصلا وأكبر من قدرة المالية على تنفيذ هذه المسطحات سواء سرداب أو ثلاثة دوار ونص وبعضهم قد يلجأ إلى بعض التوسعات بعد ما يطلق التيار الكهربائي كنوع من أنواع التجاوزات الغير قانونية وهذا الأمر يصب في تكثيف المشاكل والعوائق وبعضهم ما يقدر حتى يستكمل عملية التشطيب تشوف في بيوت عندنا سواء في مدينة مطلع أو في نبع عبدالنبارك أو في خيطان جنوبي أسود حاليا ما دخل في مرحلة التشطيب وباني سرداب ثلاثة دوار ونص قد يحتاجها وقد لا يحتاجها بسبب سوء إدارة المالية عدم وجود دراسة وليس فقط سوء إدارة هو ما أجرى أول شيء أن كم لديه من أموال لبناء هذا المسكن المكسيموم الحد الأعلى الممكن أن يتكفل فيه خلال عملية البناء هذا الأمر يتسبب إلى الوقوف في منتصف هذه الرحلة ومع الأسف ينتظر أن يحصل على قرض آخر ويكون full limit وممكن أيضا تكون زوجته full limit ومو قادر أن يكمل تشطيب ومع الأسف القانون ما يسمح في أنه يبيع أو يبدل أو أنه يتخلى عن هذا المسكن فيضطر أنه يصبر إلى أن يكون عنده وفرة مالية أخرى ويعالم يقدر أنه يوصل إلى مرحلة إطلاق تيار كهربائي أو لا الخطوات الأولى إذا نبي نسوي لدارة المالية أو دراسة الجدوى قبل أن يكون صاحب العقار يذهل إلى المكتب الهندسي ما هو المفروض؟ يعني يختار احتياجاته يتأكد مثلا من أهل خبرة مثلا ثلاثة دوار ونص تكلفني في البداية تحتاج إلى أنك تتحقق من أمرين الأمر الأول احتياجك الحقيقي يعني اليوم خمس أفراد لا أعتقد أن يحتاجون أن تصداب ثلاثة دوار ونص بعض يقولك يا أخي أنا أبي سيجد أفضل حريتك ولكن اللي عنده قدرة مالية على استكمال هذا البناء أهلا وسهلا لكن اللي يقولك اللي ما عنده ممكن يوصل إلى مرحلة أنه مو قادر ويتحول هذا الحلم إلى كابوس ومرت عليه لعديد من الحالات لا معنا الناس يعني واقفين في نص الطريق لا قادرين أن يكملون الأخير ولا قادرين يرجعون ومو قادرين القانون ما يسمح أنك تبيع البيت وهو أسود لأنك أنت ما تقدر تبيع شيء إلا لما يكون عندك وثيقة وأنت ما تصدر وثيقة إلا بعد إطلاق تيار كهربائي بستة أشهر فهذه كلها قوانين مو موجودة عند البعض ويعتقد أن الموضوع مجرد أنك تأخذ قرض الإسكان وتبني بالمسطح اللي يكفيك وممكن تأخذ قرض 20-30 وموضوع سهلات الموضوع في عوائق عن واجهها والعديد من الناس مو مدرك هذه التحديات فبالتالي تحتاج التحقق من المسطحات البناء اللي أنت محتاجها هذا واحد الشي الثاني تتحقق من قدرتك المالية لاستكمال هذا المشروع وفي شيء لازم أنه يؤخذ بالاعتبار أنه لما تروح المكتب الهندسي لازم تحط ببالك أنه كل خط راح تحطه في المخطط الهندسي على الورق راح يكون مقابلة مبلغ على أرض الواقع فكل ما تحط خطوط أكثر كل ما يكون فيه مضالغ أكثر البعض أيضا أن يتطرق إلى بعض النقاط أن يقول أبي ارتفاعات وهذا أدري أنه حق مشروع أيضا لهم ولكن لازم تفهم أن هذه الاختراحات التي أنت تاخذها من جيرانك أو من أصدقائك بأن ارفع الأدوار خمسة متر وخمسة ونص والبعض يصل إلى ستة متر أن أنت قد لا تكون بحاجة إلى هذه الارتفاعات أنها مكلفة مكلفة ليس بس قد تكون مضرة بعد التشطيب أنه قد يكون فيه عندك صدى يعني إذا كان الموضوع ليس مدروس فنيا هندسيا ممكن يوصل عندك عملية الصدى أكثر فأتمنى أن أي أحد يأخذ من المهندس استشارة أنه لا يملي عليه بعض التوجهات يكون مرن يكون مرن ويأخذ منه هذا العلم يعني يأخذ منه الاستشارة العلمية ويأخذها بالإعتبار دون أن يجبر على نتيجة معينة مسبقة شوف اليوم لما تروح حق مكتب الهندسي لازم تعرف أيضا وضع المكتب الهندسي المكتب الهندسي مسؤول بس عن السلامة الإنشائية إلى آخر صبت خرصانة فقط خرصانة مسلحة هذا دور المكتب الهندسي مكتب الهندسي لا يوجد أي علاقة في المواد التشطيبية لا يوجد أي علاقة في نوع الأبواب التي تركبها لا يوجد أي علاقة في هذا الأمر النهائي الإضاءات الأرضيات هو بس مسؤول عن التصميم يفحص التربة بالتعاون مع مختبر معتمد يفحص هذه التربة بناء على هذه النتائج اللي تطلع من مالة التربة يبدأ أو يشرع في تنفيذ القواعد الخرصانية وكل من النك رقاب الأعمدة وجميع العناصر الإنشائية في المبنى ويشرف على صبها ونتائج الاختبارات المكعبات إلى أن يصل إلى مرحلة الانتهاء من العناصر الإنشائية الأسود مثل ما نقول هي مو أسود هي عظم أكثر منها أسود يعني هي عظم من الناس مو عارفة تفرق ما بين العظم والأسود وهذه كلها مصطلحات ليست فنية يعني مصطلح بالسوق يعني من مصطلحات شائعة أنك تقول مثلا العظم العظم نقصد فيه أنه الهيكل الخرصاني الأسود نقصد فيه طابوك وطرطشة سواء الطبقات الأولى اليوم كمكتب هندسي لازم قبل أن أوقع على استلامات المقاول مقبض أتأكد أنه التزم بهذا المخطط الذي اعتمد المكتب الهندسي من بلدي الكويت وأتأكد من أن الخرصانة التي تم صبها في الموقع مطابقة للتصميم الإنشائي وصلنا إلى هذه المرحلة المكتب الهندسي يسلمك الهيكل الخرصاني والمنزل كخرصانة مسلحة تم صبها وفق ما هو متعاقد عليه ويتوكع الله يبقى عاد دور المقاولين اللي يتوقع معهم البعض يوقع مع المقاول على المفتاح يمسك جميع المراحل وهذه قد تكون جيدة إذا اخترت المقاول اللي خاف الله الكواليفاية أكثر يعني اليوم أنت بينك وبين عقد يعني ما خافت الله مطلوبة في كل شي ولكن أنت اليوم بينك وبين عقد فهو يكون مقاول يعني مؤهل أنه يقوم بهذه الأعمال وعنده شركة معتمدة وهذه الشركة يعني يترخص باسمها وتوصل إلى مرحلة أن لديها جميع هذه الأعمال من تشطيب لكن هذه الشركات يكون مقارنة بالموجود في السوق سعرها أعلى شوية فالمواطن لنوع من أنواع التوفير يلجأ إلى المقاولين الشارع سواء كنجار أو كحداد أو كبنة أو غيرها من البنود كنوع من أنواع التوفير وهذا يعني ممكن يكون فيه خطورة كبيرة ولكن الناس يقولك هذا قدرة المالية وأنا حالي حال غيري ذكرتنا فيها خطورة مثل شنو؟ يعني مثلا أنت اليوم قاعدت تعامل مع كيانات غير رسمية قاعدت تعامل مع موردين عمال الناس مو عارفة تفرق ما بين المقاول ما بين مورد العمال مورد العمال مو مقاول هو رجل يقدم لك مصنعيات بناء على توريد العمال مختين في هذه الأعمال مهندس لكن الناس تبحث بالنهاية على يعني أنا مقبل على بناء وأدري أن التكاليف لبدفعها عالية والشركات أسعارها عالية لكن أنا لما أروح حق المقاول في الباطن في ناس بنت بيوت أنا خذيتها من المهندس خالد لا نقول مقاول باطن هو نقول مقاول وهمي وليس مقاول باطن هو مقاول يعني ما عنده رخصة تجارية للممارسة هذه الأعمال فهو مو مقاول باطن مقاول باطن يكون عنده رخصة متخصص في المساح متخصص في الطابق متخصص في الخرسانة متخصص هذا المقاول باطن علمياً لكن اللي قاعد يصير بالسوق أنه يقولك أنا مقاول باطن وهو أصلاً ممكن تشوف إقامته أنه أصلاً مو مقاول أصلاً تشوف مهنة أخرى مع احترام جميع المهن يعني من المهم أني أنا أتعرف على أقول لعضني مثلاً إقامتك شنو قاعد تشتغل فيه مرات يكون معاه العقد صيغة عقد أنت تشوفه خلاص تقول هذا أو كلت لمهنة معينة اتفقنا على سعر معين بصيغة العقد خلاص اللي بيني وين العقد والعقد راح يحميني في المحاكم زين أنك تطرقت لموضوع العقد شو أخي أحمد اليوم كثير من الأهالي لما يروح إلى مقاول سواء وهمي أو رسمي يوقع معاه بالعقد يأخذ العقد من المقاول مثل ما هو ما يغير فيه ولا شيء ويوقعه ويعتقد أن هذا العقد مجر أنه يوقعه غير قابل للنقاش هذا مو عقد إذعان هذا عقد بين طرفين الفرق الكل يعني الفرق ما بين العقود المدعنة والعقود اللي بين طرفين إدارية مو عقود إدارية العقود الأخرى فالعقود الإذعان هي عقود إدارية يكتبها طرف واحد يعني يعلقاتهم يأتأخذها كلها يأتخلي كلها لكن لما يكون بينك وبين مقاول أنت عندك أكثر من خيار مو شرط توقع مع هذا مقاول ممكن تحصل على مقاول آخر بشروطك أنت صاحب رأس المال وأنت من يدفع هذه الأموال وبالتالي أنت من يضع هذه الشروط فلا تسمح المقاول أن يضع شروطه عليك الشروط دائما تكون مني أنا اللي عندي المخطط أنا اللي عطيتها إياها شنو الشروط اللي تقصدها اللي تكون من المقاول يعني أنا اخترت ثلاثة دوار ونص ومدة تنفيذ معينة في ثلاثة شهور بالمبلغ الفلاني شنو الشروط اللي ممكن يضيفها المقاول المقاول ممكن يغير العقد نهائيا يعني ممكن يبلش في موضوع الدفعات يعني هذا دائما يقول لك أخذ دفع المقاول بعض المقاولين عشان يكون يعني أكثر واقعية يضع الدفعات الضخمة في أول الدفعات ويضع الدفعات البسيطة في الآخر في النهاية في النهاية وهذا أمر غير صحيح خسن إذا كان أصلا هو بس مجرد مورد عمال إذا كان بس مصنعية فقط فأنت ليش تعطي دفعه وهو نفس المقاول اللي يورد العامل ما يعطي العامل يوميته إلا نهاية اليوم فأنت اليوم تعطي هذه الدفعة المقدمة عشان شنو عشان يشتري خشب وما هو رح يأخذ الخشب معه يعتبر خشبه فأنت اليوم الاشتراطات ممكن يتلاعب في عديد من يعني أنت اليوم ممكن تحط عندك في العقد ممكن تضع موضوع عند الاختلاف يتم اللجوء إلى مركز التحكيم في جمعية المهندسين الكويتية أو في قرفة التجارة يعني عندنا مركزين للتحكيم في الكويت شنو دوره المركز التحكيم دوره أنه يوفر على المالك الوقت والجهد في التقاضي يعني اليوم المقاول لو وقف الشغل أنت تروح إلى القضاء وترفع عليه قضية وتأخذ دورتها في القضاء قد تصل إلى ثلاث أربع خمس سنوات من طاعن واستئناف درجة أولى درجة ثانية لكن لما تروح إلى مركز التحكيم هذا البند الأول الذي يوضع في هذا العقد وقع عليه الطرفين يرتضيان تحكيم مركز مركز التحكيم في جمعية المهنسين أو في غرفة التجارة فهما عنده اختلاف يروحون إلى هذا المركز خلال شهر إلى شهرين إلى ثلاثة يتم حل يتم حل هذه الإشكالية وأخذ تنفيذ عليه وزارة العدل يعني تأخذ هذا الحكم وتروح إلى إدارة التنفيذ في وزارة العدل وتنفذ بدل ما يطول المحاكم هذا لا يعني عدم لجوء القضاء لكن في هذا الحالة بدل المواطن تتأثر جودة البيت إذا وقف في البنيان من بايبات من خرسانة مكشوفة ما تقدر تسوي في الموقع أي شيء إدارة خبرة ما إدارة خبرة فهذا يأثر على جودة البيت فإنت بدل لا توصل إلى هذه الحالة لا المقاول بعد ما تأخذ عليه تنفيذ من خلال مركز التحكيم في جمعية المهنسين أو في غرفة التجارة هو من يلجأ للقضاء نقطة جميلة وذلك يقعد سنوات هناك نقطة جميلة وما مرت يديك أن خلال هذه السنوات تكون أنت أنجزت بيتك وما خليتها مكشوف ولا يتعرض إلى أن يتهالك وتصبح قيمتها أقل ممتاز إحنا تعرفنا بعض المشاكل التي تكون في البدايات مثل دراسة الملاء المالية التي هي دراسة الجدول الاتفاق وصيغة العقد بين المقاول غير المشاكل التي تواجه المقبل على البنية والله يرى بعض الساد المواطنين عندما يبني يمكن أن يبني متأخر عن جيرانه فيعتقد أن هذا الأمر غير مكلف أنت اليوم عندما تبني يكون عندك ثلاثة جيران وكل جهة لا يوجد أحد يسوي سردار وحبيت أنك تحفر فأنت مطالب تدعيم الجهة شورنج لا تسوي تدعيم على ثلاث جهات قد يصل كل اتجاه إلى 2500 فأنت دخلت نصاريف كان ممكن تلافيها فهذه أشياء مشكلات ممكن توصل أيضا ممكن توصل إلى قسيم تلقى عليها من أفضل تضطر أنك تشيره إذا كنت مساجل فهذه مشاكل ممكن تواجه المواطنين مهندس خالد احنا تكلمنا على أبرز المشاكل قبل توقيع العقد وبعد توقيع العقد في بعض المواطنين غير اللي يأخذ فلوس من بنك الاعتمان عنده مواد مدعومة ممكن أنه يوكل هذا المقاول ويأخذ منه في بعض المشاكل تحصل ولا هذا الإجراء سليم مثل ما ذكرنا إذا وقعت في العقد وحطيت في آخر العقد أنك أنت تسلم مني المواد المدعومة أو بدلا عني سؤال جميل صراحة بس قبل لا أجاوب إلى هذا السؤال قبل أن أذهب إلى هذا السؤال أتمنى أن نحن نتكلم عن القرض الإنشائي من بنك الاعتمان وهو بقيمة 70 ألف دينار كوتي بعض المواطنين يعتقد أن سبعين ألف دينار كوتي يأخذها كاملة ويعتقد أن ثلاثين ألف دينار كوتي المواد المدعومة يأخذها كاملة ويبدأ حسبته من مئة ألف وانت طالع وهذا من المشاكل التي تخلي أصلا المواطن لما يسوي دراسة مالية لمشروعه لا تكون تقيقة فتخترب معها الحسبة لذلك لازم نوضح أن السبعين ألف ما تأخذها كاملة أنت في البداية يتم خصم القيمة الرمزية للأرض مباشرة عند توقيع العقد مع بنك الاعتمان أول ما تنزل الفلوس إذا كان قيمة الأرض ثلاث تلاف تخصم مباشرة من السبعين ألف يبقى لك سبع وستين يبقى لك سبع وستين السبع وستين هذه فيها ألفين دينار كهراء كهراء ميتر فصارت خمسة وستين ألف دينار كويتي تبلش حسبتك من خمسة وستين فيها أيضا المكتب الهندسي فيها جميع الالتزامات تجهيز الموبايليزيشن الموقع الحارس خزانات الماء التوانكي الكاميرا كل ما يتطلب يعني يبقى لك ستين ألف تقريبا ما يقارب ذلك أكثر شوي فأنت تحسب هذه الحسبة إضافة إلى ثلاثين ألف المواد المدعومة بش مهندس خالد شون عليها أنت ما تاخد ثلاثين ألف هي ليست مواد مجانية هي مواد مدعومة فأنت تدفع قيمة رمزية مقابل هالثلاثين ألف ما يقارب أربعة ألف إلى خمسة ألف دينار كويتي عشان تحصل على الثلاثين ألف من خرسانة وتكييف وغيرها يعني مية ألف صارت تقريبا خمسة وثمانين ما يقارب ذلك فأنت اليوم تحسب على هذه الحسبة هذه حسبتك كنت اليوم عندك خمسة هنا وخمسة هناك فصار عندك ما يقارب ثمانين ألف عندك أيضا تجهيزات موقعية وتبدأ حسبتك سؤالك الجميل أنا بس قبل أن أتطرق لأرحت إلى هذه النقطة لأنه ممكن توضح العديد من الأمور لدى المشاهدين خلينا نتكلم عن المواد المدعومة أكبر خطر أن المواطن يعطي توكيل للمقاول لاستلام مواد المدعومة وهنا مربط الفرس المشاكل تبدأ من هنا أن المقاول قد يكون ما شاف به المبالغ هذه فيشوف أمامها 25 ألف دينار كويتي فرصة أن يبيعها ويستحوذ على هذا المبلغ فأنت اليوم كمواطن مسؤول بأنك تروح نفسك لاستلام المواد وفق خطة البناء يعني ما تنزل المواد كاملة يعني أنت اليوم محتاج في القواعد خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة طن ليش تنزل خمسين طن أو ليش تنزل خمسة ثلاثين طن يقول عشان ما أراجعهم مرة ثانية ها نين مشكلة أنك أنت اليوم تقول أنا عشان ما أراجعهم مرة ثانية فأنت مطالب منك كمواطن أنه مثل ما تعلمنا أن الحلال يعني إذا أنت ما تابع بنفسك يكون عرضة للسرقة وعرضة للناس أنها تضعف في مفوسها فأنت أشياء بسيطة مطلوب منك مو مطلوب منك أنك توقف بالشمس بالعكس أنت تطلع تروح توقع تستلم المواد المطلوبة في الموقع ويوصلونها نفسهم يعني يوم يوصلونها إلى الموقع يعني وكل ما طالب مني أو أني أنا محتاج هالكثر ثلاثة أربعة خمسة طن حديد تروح تستلم وتنزل في الموقع فليش تعطي توكيل نفس الشيء الخرصانة نفس الشيء بقية المواد المدعومة يعني الدولة اليوم مدعمة هذه المواد لك أنت كمواطن لإنجاز المنزل فأنت مفوض تكون أكثر حرصا من الجميع على هذه المواد وما تعطي توكيل مهما كانت المغريات ومهما كانت ضمانات ممتاز الآن تفقنا مهندس خالد دراسة مالية ممتازة توقيع عقد سليم بعده شنو دور صاحب المسكن المتابعة يعني أنت الحين لما توقع العقد في مدة زمانية ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة شهور شنو دوري أنا كمالك القسيمة عقب ما وقعت عقد ممتاز أنت اليوم أهم شيء أنك توقع مع مقاول ليس له أي علاقة مع المكتب الهندسي ممتاز ليش؟ لأن اليوم المكتب الهندسي مقاول بينهم بين بعض تعاملات يومية في الموقع فإذا كانوا بينهم علاقة ممكن هذا الأمر يؤدي إلى انخفاض جودة تنفيذ الهيكل الخرصاني فيفترض أنك تروح أول شيء إلى المكتب الهندسي يصمم لك يوزع لك المساعات ويصمم لك العناصر الإنشائية وبالتالي تأخذ هذا المخطط تعرض على أكثر من ثلاث أربع مقاولين محترمين ولهم سوق ولهم ملاءة في السوق وليهم أيضا سابقة أعمال وأهم من هذا كله أن يرخصون البيت على شركتهم وليس على شركات أخرى وهذه نقطة مهمة يعني اليوم حتى الشركات التي تشوفها منتشرة بسوق عندها كثير من القسام هو أصلا يرخص هذا البيت باسم شركة أخرى معتمدة في البلدية وهذه الشركة نفس ما رخصت له في النهاية تقلي مسؤوليتها ما بعد الترخيص وهذه مشكلة كبيرة نحتاج إلى ضبط في هذا الأمر أننا اليوم يجب ضبط هذا الأمر للشركة التي ترخص ولا تنفذ والشركة التي تنفذ وهي مرخصة وبالتالي يقوم وينفذ على أرض الواقع فالمكتب الهندسي يشرف على جودة هذه الأعمال لأن المسؤولية تضامنياً لهم اثنينهم والعقاب على المكتب الهندسي الشديد في بلدية الكويت حالياً أيضاً قاعدة تشدد على المكاتب الهندسية وأيضاً على الإجراءات وما قاعدة تساهل مع أي تجاوز في هذا الخصوص فننصح أيضاً كل مكاتب الهندسية إلى أن يشددوا على الرقابة والتدقيق أيضاً على المقاولين خلال عملية صب الخرسانة وأخذ العينات وفحصها والتقدم النتائج التي تطلع من المختبرات والذهاب إلى مختبرات يعني ذات سمعة جيدة ممتاز يعني أنت في مرحلة العظم أنت مرتاح المكتب المهندسي هو المشرف على المقاول أنت بالتقريب بالمدة هذه الثلاثة شهور أنت أروح دور التشطيبات أنت أحتاج مجرد حارس وكاميرا وتروح تستلم المواد المطلوبة فقط وهذا الأمر يعني كل أسبوع أسبوعية مرة مو أكثر انتهى دور المقاول العظم الآن ندخل على المقاولين الثانية نعم الآن انتهى المكتب الهندسي وانتهى المقاول فندخل على أشياء الطابوق ندشي على موضوع الطابوق والبعض يتعامل مع هذا الأمر على أساس أن الأرخص هو الأفضل وهذا غير صحيح يعني أحياناً في بعض البنة أن يشتغل جودة ممكن تصرف عليها صيانة في نهاية المشروع يطلع عقلة غير هدر المال يطلع هدر جهد وهدر وقت فدائماً أرجو أنك تروح إلى مصنعية تكون جيدة فلا تتوقع عزيزي المواطن أن في أي عامل أو أي شركة أو أي مكتب هندسي أو أي مورد راح يصرف على بيتك ما في أحد راح يدفع يطلع من جيبة دينار ويحط ببيتك فبالتالي لا تحاول أنك تبخس حق الشركة اللي تعمل لك في أي بند لأن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض في جودة الأعمال وبالتالي يؤدي إلى صيانة دورية دورية وهذا مكلف راح يكون مكلف أكثر نبي نتكلم عن جودة المواد في السوق الكويت الحين الكثير من الناس يروح إلى السوق الخارجي مثل الصين والتركي نبي المقارنة كونك انت متأس والله يشوف هو اليوم هذا حرية شخصية كل مواطن يقدر يروح حتى لو يبي أوروبا يعني هذا يقدر أنا أقصد بتوفير المال يعني شوف التوفير الآن يعني فرق بسيط لكن إذا عندك أكثر من بيت يفرق يعني إذا بيت واحد الموضوع مو مجزي لكن مجزي من ناحية الأوبشنز يعني راح يكون فيه عندك العديد من النماذج العديد من الألوان العديد من الأشكال مو موجودة في السوق سوق مفتوح سوق مفتوح وفيه حتى لو تبي تصمم شكل معين موجود فهني الفائدة الحقيقية أنك تروح للصين أو لتركيا أو إلى أي دول معينة في هذا الأمور لديها خطوط إنتاج لديها مخازن ضخمة لديها أيضا عروض جيدة لكن إذا كان بيت واحد خصن دورين دورين ونص ما أعتقد أنه فيه مو مجدية يعني ممكن تكون حقلة تجربة جديدة ممكن تروح تشوف شيئين بس إنك توفير مالي مولي البعض متخيلة يعني 50% و60% مول هذه الأرقام لكن إذا كان لا والله 3-4-5 بيوت صحيح فيها فرق تفرق يعني نبي ننتقل معاكلة الموضوع أخير قانون أو قوانين قررت لحل القضية الإسكانية مؤخرة أنه مطالبات مهندس خالد بيقرار قوانين أخرى المختصين يقولون بأن لا حل للقضية الإسكانية في الكويت إلا بالمطور العقاري أو من رقابتك كونك مطس شو ردك على هذا الكلام والله المطور العقاري مو اختراع يعني ومو اختراع كويتي يعني هو معمول فيه في كل دول العالم لكن بالكويت ما تم العمل جيد هذا آمن لذلك أنا أقول لك وما رح يختراعون مطور العقاري مطور العقاري موجود في كل دول العالمية بأمريكا بأوروبا تقول لك لا نحن في منطقة معينة في الدول المحيطة الشقيقة معمول مطور العقاري لكن طريقة تطبيقه الرقابة مدى تلبيته لإحتياجات الناس يعني هذا هذا الأمر اللي نحن لبين ناقشه أن هل مطور العقاري هذا رح يكون حل أو رح يكون مشكلة إضافية وشنو لإحتياج الناس بعد قولك حل إذا المطور العقاري خذ مثلا قطعة أرض لكن طويلة للمدى يعني أنه بيوزع توزيعات الإسكانية 2035 بعد تقريبا عشر سنوات لكن إذا كان الحين بيستلمها المطور العقاري رح يأخر من المشروع مكان الأرض والقرض شوف أنت اليوم ندخل مطور العقاري مطور العقاري رح يدشلك من باب المستثمر الأجنبي أو مستثمر محلي رح يكون هو مستثمر في النهاية فرح يكون شراكة ما بين القطاع العام و القطاع الخاص اللي هو قبل كان يقولون بي أو تي حاليا تريبل بي اللي هو Public Private Partnership فأنت اليوم رح يدشلك من هذا الأمر بحيث أنه يحقق الشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستفادة المواطنين عدل ما في تاجر راح يدش مشروع يخسر فيه صحيح فبالتالي يعني في أحد المشاريع تم عرضه على القطاع الخاص بالكامل ومختص بالإسكان يعني لم يتقدم أحد تخيل ما ذري إذا أقول اسمي مشروع أو لا لكن لم يتقدم أحد ولا زال المشروع مشقالين فيه كمساكن طيب لما تتكلم أن تاجر أكيد تاجر لازم يربح بس مو أحساب مواطن نعم مو أحساب مواطن ولكن مو أحساب التاجر فبالتالي نحن محتاجين إلى آلية لضبط هذا الأمر بحيث أن الكل يكون ربحان الحكومة يكون ربحانة والقطاع الخاص يكون ربحان وأيضا المواطنين يكون ربحانين وضد أنه يتم توحيد الموضوع بس على مطور عقاري هي عدة مجالات النظام النمطي لازم يستمر في نفس الطريقة المطور عقاري يضاف لها أيضا حلول أخرى تضاف لها والكل يختار اللي يبي ينتظر على النظام الحالي بالعكس من حقه لا كل الحق يقولك أنا ناطر عشرين سنة آخر شيء عنده وجهة نظر مطور عقاري ممكن تأخر بعد بالضبط هو يقولك أنا صالي عشرين سنة ناطر آخر شيء تعطيني مطور عقاري ما أبي أسرتي صارت أكبر أحتاج إلى حل أكثر ممكن أنا أحتاج إلى أنه تكون ما ندري الآن راح يكون وثيقة باسم المواطن أو باسم المطور عقاري فنحتاج أصلا عشان نتناقش في هذا الأمر نحتاج أن نشوف مسودة قانون على الأقل مقانون مسودة قانون عشان نناقش سلبياته وإيجابياته لكن كفكرة المطور عقاري مختراع معمول فيه وأثبت نجاحه في الدول المحيطة بالعكس يعني أي شيء يحرك المياه الراكدة لمشكلة الإسكان هذا شيء زين ممتازة نحن قبل الختام إذا كانت لك نصيحة تقدمها للمقبلين على البناء فتفضل والله أنا أنصح السادة المواطنين المقبلين على البناء إلى توخي الحبر والحيطة اليوم ما يمنع أنك تتأكد من رخصة الشركة تتأكد من إقامة العاملين فيها تتأكد قبل أن توقع عقد أن الشخص الذي يوقع عقد أمامك الآن هو أصلا مخول في التوقيع فتقول لا لو سمحت ارفق في العقد بطاقتك المدنية وارفق اعتماد التوقيع في وزارة التجارة وأيضا في الشؤون وغيرها هل أنت أصلا مخول في التوقيع؟ وهذه كلها سئلة مشروعة وهذه سئلة مشروعة وأنت من حقك وحصلت حالات يعني أنا مرت عليه حالات واحد مقع مع شركة الشخص الذي مقع في الشركة غير مخول في التوقيع وبالتالي هذا عقد باطل يعني فأتمنى أنك تتأكد من جميع ما يمنع أنك أيضا تروح تأخذ اسم الشركة وتراجع وزارة العدل وتتأكد من القضايا اللي عليها هذا حقك لازم أنك تتمسك فيه متازح نحن وصلنا معاك إلى الختام مهندس خادل اعتيبي عضو جمعية المهندسين كل الشكر والتقدير لك لا أفوض شرفت فيك وصلنا مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا في نبض الشارع نستودعكم الله ومع السلام اشتركوا في القناة